أحياكم الله شكرا على الإصطافة الطرح العام عبارة عن خطوة طبيعية في مسيرة الشركة الممتدة إلى ما يزيد عن عشر أعوام هذا الطرح ينسجن مع أهدافنا في تعزيز مكانة الشركة السوقية أمام المشرع، أمام المساهمين، أمام عملائنا وبالتالي هذه خطوة طبيعية في مسيرة الشركة وكمان يفتح لنا أبواب أسواق المال في حالة تحتاج الشركة إلى ذلك متحصلات الطرح ستذهب للمساهمين البايعين لن تتحصل الشركة على أي من المتحصلات الطرح الشركة لديها الملاء المالية والقدرة المالية على توفير السيولة اللازمة لعملياتهم نعم، سيد عدنان بناء على حديثك بأن الشركة لديها أسيولة المالية والمتانة المالية قوية نود لو تحدثنا اليوم عن حجم أسيولة النقدية المتاحة لدى الشركة وخاصة بأن لديكم أيضا خطة توسعية ودخول في قطاعات متنوعة أيضا رأس مال الشركة 400 مليون ريال سعودي الشركة لديها الملاء المالية عمليات يتم تمويلها داخليا من أقوى ميزات سماسكو قدرتها على خلق تدفقات نقدية من عملياتها سماسكو كذلك الأمر تتمتع في ميزة قلة النفقات الرأسمالية حجم التدفقات النقدية تقدر سيد عدنان تدفقات النقدية تصل إلى مبلغ يوازي الأرباح السنوية نتكلم عن ما يعادل 150 إلى 160 مليون ريال سنويا تدفقات نقدية من العمليات سيد عدنان تتوقعون تغطية الاكتتاب ضمن التواريخ والفترة المحددة كذلك بالنسبة للأفراد طرحتهم فقط 10% كحصة للأفراد إذا كان الإقبال من طرف الأفراد هل من خطة ربما لرفع النسبة أو التواريخ؟ سماسكو عبارة عن شركة متانة مالية قوية تشكل استثمار مجدي للأفراد والشركات تم تخصيص نسب الاستثمار 90% إلى الشركات و10% إلى الأفراد نسب التخصيص سيتم دراسةها من قبل المستشار الطرح بناء على تغطية الطرح بإذن الله نعم سيتم يعني عدنان عم نلاحظ أيضا بالنسبة لأعداد العمالة لديكم اليوم كم تبلغ وما هي مشتهدفاتكم أيضا لزيادة هذه الأعداد وأي من القطاعات التي تركزون عليها والتي توفرونها من الخدمة العمالة في المملكة خلال هذه الفترة حاليا لدينا عمالات ما يقارب 37 ألف عامل وعاملة نستهتف دائما زيادة أعداد العمالة نخدم قطاعات الأعمال وقطاع الأفراد في قطاع الأعمال نخدم جميع القطاعات الرئيسية في الاقتصاد السعودي من قطاع الإنشاءات قطاع الطبي قطاع البتروكيميات قطاع التجزئة والقطاع اللوجستي في قطاع الأفراد نقدم خدماتنا للأفراد في كافة المناطق الجغرافية للمملكة يعني أي القطاعات التي تمثل الرافد الأكبر بالنسبة لإراداتكم من ضمن هذه القطاعات قطاع الشركات يشكل 70% من إرادات الشركة وقطاع الأفراد يشكل 30% من إرادات الشركة قطاع الشركات يتوزع على القطاعات الصناعية بنسب متقاربة لتحقيق التوازن في محفظة عمالان سيدة عدنان مع تنظيم المملكة العربية السعودية لإكسبو بعدها كأس العالم أكيد في ما يسبق هذه الفترة قد يزيد الطلب على القواء العاملة بشكل كبير هل لديكم خطة خاصة لمواكبة هذه المعطيات؟ تجزئنا تسعى دائما إلى التوسع في تقديم خدماتنا للقطاع الأعمال وقطاع الأفراد نحن عندنا القدرة أن نوفر الأعداد المطلوبة عندنا شبكة واسعة من الركروتمنت ايجنسيز على ما يقارب 40 دولة 150 الركروتمنت ايجنسي على ما يزيد من 40 دولة عندنا القدرة أن نلبي احتياج المتزايد على القوى البشرية في قطاع الشركات وقطاع الأفراد نعم أيضا نود أن نعرف حجم العقود المبرمة إن كانت هناك عقود مع الحكومة السعودية أو مع شركات شبه حكومية وأيضا هل المستهدفات متوقعينها خلال عام 2024؟ بدأنا عام 2024 ببداية جيدة لدينا ما يقارب 3000 طلب توريد عمالة جديدة لكافة القطاعات نتعامل مع كافة القطاعات نتعامل مع القطاعات الحكومية ومن الشركات الأخرى التي تقوم في بناء هذه المشاريع الحكومية العملاقة كم حجم العقود الحكومية حاليا كم تبلغ بالنسبة للشركة في الربع الأول؟ نتعامل بأعداد عمالة بدأنا عام 2024 بما يقارب 37 ألف عامل ولدينا طلبات عمالة بما يقارب 3000 طلب عمالة جديد إراداتنا مبنية على أعداد العمالة وعدد العمالة هو المحرك الأساسي للإرادات في الشركة سيد عدنان ما يتوفر من بيانات مالية خاصة بنهاية العام 2023 هو نمو نتائج الشركة تقريبا بـ 11 في المئة الآن مع الربع الأول ما المتوقع خاصة في بند الإرادات الذي تراجع نسبيا بنهاية العام الماضي هل تتوقعون نمو إضافي في الإرادات؟ بإذن الله نتوقع عن نمو بالإرادات في عام 2024 إراداتنا بسنة 2023 بلغت مليار وثمانمائة مليون هذا رقم ممتاز جدا ويصاحب هذه الإرادات أرباح بلغت 162 مليون بهامش ربحية مرتفع نسبيا في قطاع المارد البشرية نعم اليوم لو تحدثنا بالنسبة لحصتكم السوقية في الاقتصاد السعودي كم تبلغوا؟ هل من نية أيضا للتوسعات خارج إطار المملكة؟ حسب الدراسات المستقلة قطاع الأعمال لدينا يشكل 14% حصة سوقية وقطاع الأفراد يشكل 16% كحصة سوقية هذه الأرقام أرقام مميزة تضعنا في مركز ريادي في الحصة السوقية لقطاع الموارد البشرية حاليا عملياتنا ممتدة داخل المملكة العربية السعودية على ما يزيد 55 مدينة ومحافظة ولأنها لدينا حاليا في التوسع خارج المملكة العربية السعودية سيدة عدنان بالعودة إلى الاكتتاب في حالة التغطية هل من تواريخ متوقعة للإدراج بشكل مباشر؟ متوقع الإدراج إن شاء الله في انتهاء عملية عند انتهاء الإجراءات النظامية للاكتتاب والمتوقع أن يتم الإدراج في شهر 6 شهر يونيو بإذن الله نعم سؤال أخير وإن أمكن أن نطلع أيضا في ظل هذه التوسعات والأعمال التي تقومون بها اليوم هذا في إضاءة الإطار يعني التوفر السيولة النقدية لدى الشركة هل هناك أي مديونية على الشركة في الوقت الحالي؟ من ميزات شركة سماسكو قدرتها على خلق تدفقات حرة من العمليات يصاحبها كما ذكرت احتياج متدني للنفقات الرأسمالية والأمر الآخر أن سماسكو تعمل في بيئة خالية من الديون من تأسيسها هذه العوامل المجتمعة أدت إلى قدرة عالية لدفع توزيعات أرباح قوية للمساهمين فبالتالي لا نية لدينا لأهل طروض لأنه لدينا سيولة الكافية ليدفع التوزيعات المطوبة للمساهمين من عملياتهم وكيف ستكون ألية سياسة التوزيعات لديكم من بعض الإدراج؟ سياسة توزيع الأرضاح لدينا سياسة قوية واضحة نستهدف توزيع 75% من أرباح الشركة سنويا تأكيد بعد موافقة الجمعية العامة عند مراجعة نتائج المالية للشركة اشتركوا في القناة